هذا التعبير هو حكم الله تعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون هذا ما قاله الله تعالى في كتابه العزيز وإن مدينة أفيون ما زالت تقف في الصفوف الأولى في معركة الاستقلال ومستقبل هذا البلد وإن الطريقة الرابطة بين طرفي المدينة تمر بجانب مقبرة الشهداء وانتم تعرفون ذلك إذن من هذا الضابط أغاه أفندي الذي دفن في ذلك الطريق إننا لم نركع إلى اليوم لأي قوة بشرية إنما نحن نركع لله تعالى فقط ونسجد لله فقط وليس لغيره أبدا إن الضابط أغاه أفندي كان يترأس كتيبة من 150 جنديا واستطاع أن يقتل قسما كبيرا من جنود الأعداء وهرب فلول الأعداء الذين بقوا على قيد الحياة من بأس تلك الكتيبة وبعدها استشهد الضابط وقال الشاعر إن العالم يستقي لونه من دماء الشهداء وإذا مات أحد في سبيل هذا الطراب فإن الطراب يتحول إلى وطن ولذلك فإن وطننا قد عجن طرابه بدماء شهدائنا ولذلك فإننا اتخذنا هذه البلاد وطنا لنا لأن أجدادنا قد قدموا الشهداء في سبيل هذا الوطن منذ زمن طويل وما زلنا ندفع الثمن والشهداء في سبيل هذا الوطن ونحن اليوم نعمل من أجل بناء تركيا الجديدة تركيا القوية تركيا الكبيرة والمرفها وفي هذه المعركة دفعنا ثمنا وأثمانا بعضها باهضة وما زلنا ندفع ندفع ثمنا باهضا في حربنا ضد الإرهاب داخل تركيا وخارج حدودها ونحن ندفع الثمن أيضا من أجل حماية اقتصادنا وإن الأوروبيين قد هجموا إخوتنا في بلادهم بالخيول والكلاب ونحن ندفع الثمن ذلك وإننا اليوم نرى أن الهولنديين ينظمون انتخابات وسنرى ماذا يفعل أصحاب الكلاب والخيول التي هاجمت إخوتنا إخوتي الأعزاء ليس لهؤلاء أي حضارة ليس لهم علاقة بالحياة الحديثة إنهم كانوا سببا لمثبحة سربرينيتشا في البوسنة لقد غضوا الطرف عن قتل ثمانية آلاف بوسنيين نحن نعرف جبلة هؤلاء الهولنديين ولكنهم إلى الآن ما زالوا لم يتمدنوا ما زالوا لم يلتحقوا بركب الحداثة لم يأخذوا نصيبهم من الإنسانية تذكروا تلك الليلة كانت وزيرة تركية تتوجه إلى قنصليتنا هناك في هولندا وصلت إلى مبنى القنصلية للتجتمع بالجالية التركية لا يوجد أي أمر محظور هنا الهولنديون يذهبون إلى بريطانيا وإلى غيرها وينظمون حمالات انتخابية هناك ولا يمنعونهم ونحن نرى عناصر تنظيم بككاكا الإرهابية يذهبون إلى هولندا وإلى دانيماركا وإلى غيرها من الدول الأوروبية وينظمون النشاطات والفعاليات ويجتمعون بعناصرهم وأنصارهم هناك السلطات الهولندية تسمح لهؤلاء الإرهابيين بالنشاط على أراضيهم ولكن لماذا يغلقون أبوابهم على وزيرة تركية وإن رئيس بلدية روتردام وتعرفون أن روتردام بلدية روتردام تمت توأمته مع بلدية إسطنبول اتصلت برئيس بلدياتهم وتحدثت معه وقلت له يجب أن نفسخ عقد التوأمة بين بلديتين المدينتين لأننا لا يمكن أن نعقد توأمة وشراكة بين مدينتنا ومدينتهم علينا أن لا ننسى أبدا أن الشعب التركي لا يدفع ثمنا دون مقابل إن هذه التضحيات سيكون لها مقابل وفي السادسة عجرة من نيسان سنشهد استفتاء شعبيا وإن أوروبا تعارض ذلك الاستفتاء والتعديلات التي نستفتي الشعب عليها الصحافة الأوروبية تكتب بالعنوان العريض لا للتعديلات الدستورية في تركيا وأنا سعيد بذلك لأن الصحفة الأوروبية تكتب هذه العنوان باللغة التركية يكتبون لا للدكتاتور أردوغان التعديلات الدستورية ليس لها علاقة بشخص إنما هو استفتاء على نظام الحكم إنها تعديلات لنظام السياسة وليس لها علاقة بشخص أردوغان نحن نسعى لتعديل النظام الحاكم في تركيا وغدا عندما ننظم انتخابات رئاسية لا نعرف من سيترشح غدا من سيكون على قيد الحياة في ذلك الوقت ولا نعرف أي حزب سيقدم مرشحا لرئاسة الجمهورية في ذلك الوقت لذا فإن الاستفتاء ليس له علاقة بشخص أنا وإن الأوروبيين ليس لهم علاقة بالديمقراطية وحرية التعبير كل المجلات والصحف في الغرب قد اتخذت الاستفتاء في تركيا موضوعا رئيسيا لها إنهم يبثون في تلفزيوناتهم نقاشات حول استفتاء تركيا وإنهم ينظمون الكارنفالات بملابس مضحكة تستثير إشمع زازة سكان أو جاليتنا أو الجاليات المسلمة هناك ويصورونني بشكل كاركاتوري في مجلاتهم ويكتبون تحت الصورة وللأسف نراهم يكتبون أسماء بعض الصحفين الأتراك للأسف الشديد ترون هناك أيضا أجهزة إعلام طبيعة للتنظيمات الإرهابية وإعلام اليساريين ينشرون هذه الصور الكاركاتورية وكذلك الإعلام التابع لتنظيم فتح الله قلانا الإنقلابي يعمل في هذه الحملة وإذا قلتم نعم للاستفتاء دستوري نجد أن الهولنديين يهاجمونكم بكلابهم وخيولهم بشكل قاس ومتوحش أرادت وزيرتنا أن تجتمع بالجالية أمام القنصلية في هولندا فأعلنوا حالة الطوارئ تصوروا أن البلدية تعلن حالة الطوارئ ونحن عندما اتخذ مجلس الوزراء قرار حالة الطوارئ ألغى بعض المسؤولين الأوروبيين زياراتهم لتركيا وبدوا يتسألون متى ستنتهي حالة الطوارئ في تركيا أنا أقول لكم ما علاقتكم بتركيا ما علاقتكم بحالة وانظروا ماذا فعلت هولندا إنها أعلنت حالة الطوارئ حتى لا تجتمع وزيرتنا بجالياتنا هناك في هولندا إنهم انتهكوا حرية الاجتماع وحرية التعبير هل كان لدى الوزيرة والجالية أسلحة؟ لا لم يكن لديهم إلا العالم التركي بعدها علمنا أن السلطات الهولندية أعطت أوامر لشرطتها بإطلاق الرصاص الحي إنهم يخشون من وزيرة ومن خمسة أو ثلاثة أشخاص أغلبهم من النساء وليس بأيديهم أسلحة هل يستجب ذلك إعلان حالة الطوارئ؟ هل يستجب ذلك إطلاق الرصاص الحي؟ نحن دائما نقدم قوائم بأسماء الإرهابيين للأوروبيين وقد أعطينا قائمة لألمانيا فيها أربعة ألف وخمسمائة شخص غالبيتهم من تنظيم بيكاكا وقسم منهم من تنظيم فتح الله قولان وبعض منهم من داعش ولكنهم لم يتخذوا أي إجراء إزاء هؤلاء الإرهابيين بل بالعكس فإنهم قد قدموا لهم كافة الإمكانيات ليشنوا حمالات معادية لتركيا وعندما ذهبت وزيرتنا لزيارة كونسولياتنا في هولندا قد حدث ما حدث مما تعرفون إننا نعرف لماذا تؤلمهم بطونهم عندما تذكر تركيا أمامهم إنهم قد انهزموا في حرب التحرير التركية في مضيق الدردنال في معركة مضيق شنقال نعرف ويعرفون كيف استطاع الأترك أن يبنوا دولة فتية وقوية في تلك المعركة التي هزم فيها أجدادنا القوات الأوروبية إنهم يعرفون ماذا استطاع الأترك وكيف استطاعوا أن يحققوا قفزة كبرى في السنوات الأربعة عشرة الماضية يعرفون أن تركيا تريد أن تحقق أهدافا كبرى في عام 2023 ولذلك فهم يقلقون وينتهكون مبادئهم من أجل عرقلة تركيا عن تحقيق هذه الأهداف إنهم ربما ما زالوا لم يفهموا الوضع بشكل صحيح ولكنهم يعرفون ماذا حدث أو ماذا سيحدث في تركيا بعد السادس عشر من نيسان عندما تتم المصادقة على التعديلات الدستورية إنهم لا يريدون أن يعيشوا كابوسا عندما تنهض تركيا وتحقق قفزتها الشديدة ولذلك فهم يسعون لتعصيلنا عن طريق الانقلابات والحملات التشوهية إن مواطنين في أوروبا وصل عددهم إلى ستة ملايين ونصف مليون مواطن وفي ألمانيا وفي النمسا وفي هولندا وفي بلجيكا ليس لنا عداء مع هذه الدول نحن لا نعادل فرنسا ودنمارك وسويسرا وإيطاليا ليس لنا عداء مع أي بلد أوروبي بل بالعكس نحن نسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وقدمنا طلبا في وقت مبكر جدا ولكنهم سوفون طيلة 54 عاما وما زلنا متمسكين بحقنا في العضوية أكدنا أننا نريد الانضمام فعلا وإن الاتحاد الأوروبي يعطي حق السياحة لمواطني أمريكا اللاتينية وغيرها من الدول التي ليس لها شبر في القارة الأوروبية ولكننا نحن لدينا تراب داخل القارة الأوروبية ونحن يمنعوننا من دخول الاتحاد الأوروبي ويشترطون علينا التأشير وإن أوروبا تمارس العيب والعار من أجل إغلاق الباب أمام تركيا وإنهم يعادوننا بشكل علني ويهاجموننا بشكل علني أيها الإخوة إن أوروبا تعيش في حالة من الخوف وستغرق من الخوف من الأتراك إنهم يخشون الإسلام ولأنهم قد فقدوا كل شيء يجعلهم يتمسكون بالحياة فلذلك فإنهم يخافون من اللاجئين الذين يحاولون تمسك بالحياة إنهم يخافون بل ويوعادون كل عنصر ليس منهم إنهم تعاملوا مع اليهود في الماضي بهذا الشكل وما زالوا يمارسون نفس المعاملة مع الغجر ومع البوسنيين الذين غضوا الطرف عن مذبحتهم في سربري نيتشا ولذلك فإنهم لا يدافعون عن حقوق أي شعب ليس بروستانتيا أو كاتوليكيا بعض المذابح التي شهدتها أوروبا كانت حربا مذهبية بين بروستان وكاتوليك وفي الحرب العالمية الثانية قتل خمسون مليون مواطن أوروبي ولذلك فإنهم يدعون أنهم يفتحون صفحة جديدة مع العالم ولكنهم يعودون إلى الصفحات القديمة عندما يتعاملون معنا انظروا بريطانيا إنها قررت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حركة بريكسيت تؤكد ذلك عن طريق الاستفتاء الشعبي وقرر البريطانيون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ولذلك فإن الفترة القادمة لا تعطي الحق لأي طرف أوروبي لأن يعطينا درسا في الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ذلك لأن الفاشية تصول وتجول في شوارع أوروبا وإن هم يعدون مستقبلا مظلما لأنفسهم أما نحن في تركيا ننزد بالعنصرية الأوروبية وسنواصل الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية ونعرف أن الأوروبيين الآن قد دخلوا في مرحلة يحتاجون فيها إلى مبادئ الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية يحتاجون إليها أكثر منها وإن الناخبين سيعطون درسا قاسيا للعنصريين هناك وأنا أتمنى إن شاء الله تعالى أن يرانا الأتراك في هولندا أقول لهم لا تصوتوا لتلك الأحزاب العنصرية والآن توجد ذهنية تحكم في هولندا منعت وزيرتنا من دخول قنصليتنا فأحذروا أيها الأتراك في هولندا ولا تصوتوا لذلك الحزب وأنصحكم بأن تصوتوا للأحزاب التي لا تعاديكم ولا تعادي تركيا إن التركيا استطاعت أن تضاعف من حجمها الاقتصادي ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأربعة عشر الماضية وهي جاهزة الآن لمرحلة الإقلاع من أجل الوصول إلى الأهداف الكبرى وإن كل حادثة من الأحداث التي نعيشها في هذه الفترة تؤكد لنا أنهم يحاولون هرقلتنا عن تحقيق هذه الانطلاقة وإن تركيا منذ عام 91.900.000 لو استطاعت تركيا في ذلك الوقت أن تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي فإن تركيا كانت تتمكن من مضاعفة حجمها الاقتصادي مرتين وهذا يعني أن الشعب سيصبح غنيا ضعف ما هو عليه الآن الناتج القومي للشخص في تركيا وصل إلى 11.000 دولار في العام ولو حققنا الاستقرار في بداية التسعينات لكان هذا الرقم 22.000 دولار في العام ولذلك فإن نظام حكومة رئيس الجمهورية كفير بتحقيق ذلك ولذلك فإنهم يحاولون عرقلة هذا المشروع نحن نتفهم عداء الأوروبيين لهذا المشروع ولكن لماذا يعارضه حزب المعارضة الرئيسية في تركيا وإنهم يشرحون التعديلات الدستورية بشكل مخالف للواقع ويحاولون التعتيم على الحقيقة ويعملون على تعطيل الإصلاحات في تركيا وإن التعديلات الدستورية التي سنصوت عليها هي 18 مادة فقط وإن رئيس حزب المعارضة الأكبر في تركيا لم يتجشم صعاب قراءة تلك الصفحات التي كتبت عليها 18 مادة فقط انظروا ماذا يقول ذلك الزعيم المعارض يقول إذا كان رئيس الجمهورية من حزب ورئيس الحكومة من حزب آخر فإنهم سيختلفان وستظهروا خصومة بينهما هل سمعتم ذلك التصريح؟ اسمع نعم إذا تم تعديل هذا الدستور بهذا الشكل فإن الرئيس الجمهوري يكون أن يكون من حزب ورئيس الحكومة سيكون من حزب آخر وهناك ستظهر المعركة والخصومات الحقيقية إذا كان رئيس الجمهورية محايدا فإن كل الأحزاب ستحتارم حياديته ولكن إذا كان رئيس الجمهورية ينتمي لحزب ورئيس الحكومة يترأس حزب آخر فهناك ستظهر الخصومات الحقيقية لماذا لا يقولون ذلك للشعب؟ لماذا لا يصارحون الشعب بهذا؟ هذا ما قاله رئيس حزب المعرضة الأكبر في تركيا إنه لا يعلم فحو المواد المعدلة الثمانية عشر نحن عدلنا المواد الثمانية عشر من أجل تفادي أي معركة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لأننا ألغينا منصب رئاسة الوزراء شعبنا يعرف هذه الحقيقة ولذلك فأنا أدعوكم للتصويت بنعم حتى تتعلم المعارضة حقيقة التعديلات الدستورية فهل أنتم جاهزون لذلك؟ أردت أن أرى ماذا كان يقول قبل ذلك زعيم المعارضة قال أشياء غريبة جدا كان يقول سيتم إلغاء البرلمان يقول إذا تم التصويت بنعم فإن البرلمان سيتم إلغاءه ويدعون أن رئيس الجمهورية يستطيع أن يعين مئات النواب ومئات الوزراء لكنني أقول لكم من يضمن لنا أنني سأترشح أو سأفوز في الانتخابات القادمة أصلا في شهر نوفمبر 2019 سيكون رئيس الجمهورية ذا صلاحيات بتشكيل الحكومة وليس رئيس الجمهورية الحالي ويقول أيضا أن رئيس الجمهورية يستطيع إغلاق مؤسسات الحكم المحلي والبلديات ويستطيع أن يسلم البلد لقوات أجنبية إنه يدعي أشياء عجيبة وغريبة آه يا إخوتي يا أبناء مدينة أفيون إنكم شاهدون على انتصار هذا الشعب وتعرفون جيدا مدى أكاذيب هذا الرجل وكلها أكاذيب مثبتة بالدليل لو فتح كتيب الدستور المعدل لو قرأت تلك المواد المعدلة لعرف الحقيقة إنهم لا يحسون بما يحس به الشعب ولا يفكرون كما يفكر الشعب ولم يقدموا أي خدمة لهذا الشعب إن المسألة تتعلق بتوحيد صلاحيات رئاسة الجمهورية مع رئاسة الوزراء وذلك من أجل إعطاء صلاحيات للسلطة التنفيذية وسرعة في تنفيذ القوانين التي يسنها البرلمان وسيبقى البرلمان ذا صلاحيات تشريعية وصلاحيات رقابية أما القضاء فسيبقى مستقلا ومحايدا أيضا وسيصدر قرارات باسم الشعب التركي ليقدم خدمات أفضل للشعب التركي وإن المجلس الأهل للقضاء والنواب العامين سيكون أغلبهم منتخبين وأنا أقول لزعيم المعارضة لا تكذب لأن رئيس الجمهورية لن يعين كافة أعضاء ذلك المجلس إنما لديه صلاحيات تعيين أربعة أعضاء فقط أما الأعضاء السبعة الآخرون يأتون من البرلمان بأغلبية خمسة على سبعة إذن فالبرلمانس لديه صلاحيات أيضا لتعيين أعضاء المجلس الأعلى للنواب العامين والقضاء أما العضوان الآخران فهما من الحكومة أما المحاكم العليا المحاكم الاستشارية والمحكمة الدستورية ستبقى كما هي باستثناء عضوين فقط ستواصل هذه المحاكم العليا وظائفها ولكن المحاكم العسكرية سيتم إغلاقها وسيأتي عنصران اثنان من المحاكم العسكرية التي سيتم إغلاقها وبعد ذلك ستنتهي تماما المحاكم العسكرية أيها الإخوة أفتح لكم موضوعا آخر أيها الشباب ارفعوا أيديكم لأراكم في هذا الاستفتاء الشعبي سيتم اختيار الشباب إنه استفتاء الشباب وماذا يقول زائم المعارضة يقول إن اردوغان سيملأ البرلمان بالأطفال يدعي أن البرلمان سيزدحم بأطفال أنقرة هذا الكلام عيب عليك أن تكون منضبطا في كلامك هنا توجد كذبة كبيرة يقول إن الشباب لن يدخلوا الخدمة العسكرية أيها الإخوة إن تحمل مسؤولية في البرلمان مهمة كبيرة جدا لا تقل أهمية عن الخدمة العسكرية إن تعرفون أننا أنزلنا من عمر الترشح والانتخاب من 30 إلى 20 إلى 25 ويوجد عدد من الشباب النواب حاليا ونحن الآن بالتعديلات الأخيرة سننزل من عمر الترشح والانتخاب من 25 إلى 18 والشباب في العمر الممتد من 18 إلى 25 سيتمكنون من تبوء مقاعد في البرلمان من النساء ومن الرجال ولذلك فأنا أقول لسيد قليشدار أغلو يبدو أنك تريد أن تفرض الخدمة العسكرية على البنات أيضا ويقول أيضا أن النواب سيتمتعون بالتقاعد المبكر هذا ليس صحيح ولأنه لن يبقى في البرلمان طيلة عمرهم فلذلك إذا لم يتم ترشيح نائب من النواب مرة أخرى فإن النائب نفسه سيكون مضطرا لدفع أقصاط الضمان الاجتماعي ليتمتع بالتقاعد سيدفع أقصاطه من جيبه إن لم يكن نائبا لذلك فالأكاذيب التي يبثوها المعارضون كثيرا وأنا أقول إن أبواب البرلمان مفتوحة لكم وهذا ما نريده من خلال التعديلات الدستورية لأنني أيها الشباب لأنني أقول إن هذه الأيام التي بقيت ليوم الاستفتاء هل ستتجولون أيها الشباب على كل سكان تركيا بابا بابا لتشرح لهم حقيقة التعديلات الدستورية كان السلطان محمد الفاتح شابا في عمر الواحد الحديث والعشرين وقد فتح القسطنطينية وغير تاريخ العالم ولذلك فأنا أثق فيكم أيها الشباب يا أحفاد محمد الفاتح أنا أثق فيكم ومن يعارض التعديلات الدستورية لا يثق فيكم ونحن نقول عليك أن تسير أيها الزعيم حتى تمشي حتى يمشي الشعب ورائك وتيتكم بسلام من جيش الفاتحين ولذلك فلن نتوقف سنعمل ليلة نهار وسأسألكم الآن وبصوت مرتفع ستجيبون هل ستقولون النعم لتركيا الكبيرة لتركيا القوية لتركيا المرفهة لتركيا المستقلة هل ستصوتون بنعم يقول أجدادنا الرفيق قبل الطريق لذلك فنحن نعطي الأولوية للصاحب قبل أن نتوجه إلى الطريق ولذلك فإن عندما كنت رئيس بلدية إسطنبول كان صديقي السيد فيسل في بلدية إسطنبول عملت معه لحل مشكلة مياه الشرب في إسطنبول وبعدها وابعدها افتتحنا 176 منشأة للمياه لخدمة 41 مليون مواطن في مختلف أنحاء تركيا وبنينا وكان لدينا 195 سد ومنشأة مائية فأضفنا إليها 200 وأكثر حتى وصل عددها إلى 411 منشأة مائية في مختلف أنحاء تركيا وذلك لأننا نقول نعم نعم لخدمة الشعب أيها الإخوة إن هؤلاء قالوا لا لشهداء الخامس عشر من تموز قالوا لا لمشروع الجسر الثالث على البصفور كنا نبني جسرا على بحر مرمرة فقالوا لا لهذا المشروع وحفرنا نفقا تحت مضيق البصفور وأنهيناه ومر فيه 200 مليون شخص خلال السنة والثلاث الماضية وعارض المعارضون لذلك المشروع أيضا إنهم لم يقدم أي شيء للشعب لم يغرسوا شجرة في هذا البلد ولا يعرفون إلا قول لا لا فقط ونحن نقول نعم انظروا إن هذا البلد كان فيه 6100 كيلومتر من الطرقات السريعة وقد أضفنا إلى تلك الشبكة 18 ألف كيلومتر من الطرقات السريعة كان في تركيا 25 مطار فقط وعندما أتينا إلى السلطة أضفنا 30 مطار آخر والآن تعرفون من بنى مطار في أفيون وأنتم تستفيدون منه بشكل مريح يأتي أحد أصدقائي من بلجيكا وينزل مباشرة في مطار أفيون هل كان لديكم مطار قبل أن نكون نحن في السلطة أيها الإخوة نحن لم نأتي لسيادة الشاب إنما لخدمتهم هذا هو الفرق بيننا وبين الآخرين وإن مدينة أفيون الآن تستقبلنا بمجموعة من المشاريع قيمتها أكثر من مليار ليرة أتينا لنفتة 275 مشروعا في ولاية أفيون وأنتم تعرفون التفاصيل ولو ردو أن أعدها أيها الإخوة تعرفون المشاريع التي سنفتتحها اليوم في قطاع التعليم والصحة وغيرها من القطاعات نحن نفتتح اليوم مستشفى بساعة 250 سريرا وعددا من المستشفيات المندمجة نحن نريد تحقيق الثورة طبية إدارة إدارة المساكن الجماعية بنت في أفيون 702 وحدة سكنية وتم الانتهاء من بناء مخازن الخشخاش في مدينة أفيون وكذلك وكذلك يتم بناء كثير من المشاريع الأخرى وكذلك وزارة الاتصالات تقوم بما يلزم وكذلك تجري أعمال الترميم وبناء المساكن الجامعية وتعبيد الطرقات وغيرها وإن البلديات تقوم بواجبها بشكل مكثف في هذا المجال وفي هذا الإطار نحن نبني ملاعب لكرة القدم ومختلف الرياضات ونبني مشاريع لمياه الشرب وبنين أربعة سدود في ولاية أفيون وربطنا شبكات نري ومياه الشرب ومياه الصرف الصحي نحن أتينا لخدمة الشعب وفي السادس عشر من نيسان نريد ونو أكيد على أننا سنقدم أضعافا مضاعفا من الخدمات التي قدمناها قبل الاستفتاء الشعبي اخوتي الأعزاء إن هذه الاستثمارات ستكون مناسبة خيرين على أهالي مدينة أفيون وإن شبكات شبكات الصرف الصحي و جسر نجم الدين أرباكان وكثير من المشاريع أتينا لنفتتحها اليوم مئتاني وخمسة وسبعون مشروعا نفتتحها اليوم وندشنها بشكل رسمي وأنا أشكر كل الوزراء والوزارات والمهندسين وكافة الشركات المقاولات والعمال الذين ساهموا في اتمام هذه المشاريع أشكرهم أمامكم واحدا أنا أثق في سيدات هذه الولاية هذا الأمر ستحسنه أنتون فالقلعة تفتح من داخلها ولذلك فعليكن أن تعملنا بشكل مكثف أيها الإخوة نحن خدمنا هذا البلد 14 عاما وفي هذه الفترة لم نميز بين أحد من مواطني بلدنا حسب دينه وعرقه ومذهبه لأننا نعتبر الأتراك والأكراد والعرب والغجر وكلهم نعتبرهم مخلوقات نحبهم من أجل خالقهم نحن نحبكم في الله وإن نظام رئاسة الجمهورية أتينا به من أجل أن تبقى هذه الخدمات بشكل دائم لهذا الشعب فتقديم الخدمات راهين العمل والتنسيق والاجتهاد يقول المعارضون إن رئيس الجمهورية سيعين أقاربه نوابا له هل تثقون في هذه الفرية ما هذه الذهنية يقول إنه سيغلق مؤسسات الحكم المحلي قبل أيام اجتمعت بمخاطر أنقرة ويقول ذلك المعارض في حق وقالها من قبل يقول إنه يتحدث مع المخاطر وكأنه يتحدث في الجلسة العامة للأمم المتحدة فقام أحد المخاطر قام مختار من المخاطر وقال لي إن الكلمة التي ألقيتها في الجلسة العامة للأمم المتحدة ألقيتها وكأنك تلقي كلمة على المخاطر فهل توجد في تلك العبارة إهانة لنا سألني المخاطر هذا السؤال ولا أعرف هل يوجد إهانة يقول إنه لكل مقام مقال عليك لا تتحدث لها أولئك ما تتحدث لأولئك تتحدث للأطباء بشكل يختلف وعما تتحدث للمهندسين وأنا أقول إننا نقول هنا ما نقول في الأمم المتحدة بنفس الشكل عليك أن تقف وقفة شهامة عليك أن تلتزم بلغة السياسة الخطاب السياسي واحد وليس مزدوجا إذا مارست الخطاب المزدوج فإنك ستكون مثل الحرباء تتلون من قال لك أنني تحدث بهذا الشكل أو بغيره إنه لم يذهب إلى الأمم المتحدة لم يشارك في الجلسة العامة فأين يعرف الخطاب الذي يلقى هناك في الأمم المتحدة يوجد منتخبون ويوجد معينون وكذلك اجتماعات المخاطر أيضا وأنا أتحدث لهم وأتحدث في الأمم المتحدة بنفس الأسلوب إخوة الأعزاء إنني أفتخر بكم أفتخر بكم أيها الإخوة وإن كنا نريد أن نظر إلى المستقبل بثقة أكبر فعلينا أن نصوت بنعم في 16 من نيسان وأنا أسألكم اليوم هل سنصوت بنعم من أجل شعب واحد من أجل علم واحد من أجل وطن واحد من أجل دولة واحدة علينا أن نكون جسدا واحدا قويا متأخيا علينا أن نؤسس تركيا الجديدة معا نحن لم ننس أغنيتنا لقد منشينا معا في هذه الطرقات تبللنا معا تحت المطر وكل الأغاني التي سمعتها وكل شيء يذكرني بكم كل شيء إن يذكرني بكم أغنيتنا أغنيتنا اشتركوا في القناة